مصادر سياسية تؤكد أن النظام والأغلبية في موريتانيا أنهي صياغة الرد المكتوب على ممهيدات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة التي تقدم بها منذ أشهر غير أن الأغلبية تضيف ذات المصادر السياسية تشترط توقيع المنتدى على تعهد بأن يذهب في الحوار حتى النهاية ولم تستبعد ذات المصادر أن يقدم النظام رده خلال بداية الشهر مارس القادم وفي حال قبل المنتدى بذلك فإن الحوار سيجرى بعد ذلك مباشرة يأتي ذلك في سياق استعداد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لانتقال رئاسته الدورية إلى القطب السياسية ولم تستبعد مصادر من داخل المنتدى أن تأول إلى رئيس حزب عادل يحيو الأحمد الوقف وإن لم يتأكد ذلك بعده في تلك الغضون أنهى المنتدى مهرجاناته السياسية بالعاصمة واكشوط ويستعد لتنظيم مهرجانات أخرى في عدد من مدن الداخل تنديدا بما يسميها الأوضاع الصعبة للمواطنين وتدعو عدد من الكتل السياسية والمدنية في موريتانيا من حين لآخر إلى عقد حوار وطني شامل كان آخرها كتلة الوفاق الوطنية التي انتقلت رئاستها الدورية قبل أيام إلى حزب الجيل الجديد ووقع أحزابها على ميذاق شرف يحدد توجه الكتلة تم خلاله التأكيد على التشبذ بضرورة إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف وهي ذات الدعوة التي تطلقها كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمية وكتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا إضافة إلى مختلف الكتل المدنية والشبابية ترجمة نانسي قنقر